بإجماع نواب البوندستاغ ألمانيا تصنف مرتكبه تنظيم داعش في حق الأيزيديين في شمال غرب العراق العام 2014 في خانة الإبادة الجماعية هذا القرار ليس فقط قرار سياسيين لكنه يمثل بلدنا بأسره ألمانيا تعترف بالإبادة الجماعية للأيزيديين كمجتمع ذكر نص القرار أن أكثر من خمسة ألاف من الأيزيديين تعرضوا للتعذيب والقتل الوحشي على يد التنظيم خصوصا في عام 2014 وأشار إلى أن الرجال الأيزيديين أجبروا على تغيير ديانتهم وفي حال الرفض تم إعدامهم أو ترحيلهم على الفور وتحويلهم إلى عبيد وتعرضت الفتيات والنساء للاستعباد والارتصاب والبيع كما تضيف المذكرة البرلمانية اليوم نتذكر ما تم فعله بشعبكم بأخواتكم أمهاتكم أبائكم إخوانكم أطفالكم لكن هذا الاحتفال هو أيضا تفويض لنا بعدم التوقف عن البحث عن أولئك الذين مازالوا مفقودين ومشردين وعددهم نحو ثلاثة ألف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك شددت على المضي لإحقاق الحق للضحايا وكان فريق تحقيق أممي خاص سبق وأعلن في مايو 2021 أنه جمع أدلة واضحة ومقنعة على أن تنظيم داعش ارتكب إبادة في حق الأيزيديين